موسيقى بس ما شكرناش ممتع ربنا يخلي حضريتك فانعايز اوجه لها كل الشكر شكرا لحضريتك جدي شكرا يا لها وحصل عندنا تغيير واحد كمان في قفل الشيخ عبد الرحمن عكاشة رجع مكان محمد سالم ازاك عبد الرحمن الحمد لله تمام مطش جميل صح؟ شكرا ودلوقتي مع عصع فقرة فقرة 25 نقطة نجمع واحدة بس فقرة دربات الجزاء أول اتنين أسماء أحمد وطارق عبد الهادي أسماء وطارق طارق وأسماء وحنشوف أول هدف لمين؟ يا طارق 25 نقطة بالنسبة لكم ومين جدا؟ عارف فهم طبعا؟ طبعا الاسكور 80-120 لو 120 بقت 145 المهمة تصعبت عليكم جدا فالحل نحن نرجع نقرب تاني جاهز؟ إن شاء الله هنخلط الورق ونشوف أول هدف موضوعه إيه؟ قدرات ذهنية والسؤال هو حل المسألة الآتية 13 في 3 زائد 9 على 3 يساوي كاما؟ إجابتك يا أسماء 42 الهدف الأول برافو عليك يا أشبا الهدف الأول لا أسماء هدف بنا مقابل هند وصلت تزاكي هند؟ الحمد لله روح رياضية وحنشوف الهدف الجاي لمين؟ هند عايز سيلي في إيه؟ كونان ما فيش تكنولوجيا بس ممكن أدب ممكن أدب نشوف جهرافيا والسؤال هو إلى أي دولة تتبع جزر سايبيريا الجديدة التي تقع في المحيط الشمالي إنجلترا 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 أسماء مالشي يا بس كنت أخمن يا بس كنت أزعلان قوي مالحاة بس كنت أتقول إنجلترا برضو؟ غالبا برضو غالبا برضو غالبا برضو هند إجابة خطأ ما هياش إنجلترا جد دوس على البازل آآ روسيا روسيا الهدف الكام؟ الله أعلم الهدف التاني الروسيا اللي جابة الصحيحة هدفين بلا مقابل برابة عليك يا إسماء وهشام حسن وصل إزاك يا شام الحمد لله موقف بقى صعب يا شام جدا كوفر الشيخ قلبة المباراة جاهز؟ جاهز تاريخ والسؤال هو في أي سنة هجرية كانت عمرة القضاء المتفق عليها في سلح الحديبية؟ ستة هجرية ستة هجرية إجابة خاطئة هشام عندك إجابة؟ تصدق سبعة هجرية سبعة هجرية؟ الهدف الأول هدف مقابل هدفين هدف مقابل هدفين ورفعت وصل يا الهدف الثالث لمحمد رفعت يا الهدف الثاني لهشام حسن سنرى معلومات عنها والسؤال هو في أي مدينة عراقية ولد الشاعر الأصماعي إجابتك؟ بصرة البصرة الهدف الثالث أبو عرفة رفعت البصرة اللي جابها الصحيحة ثلاثة هداف مقابل هدف يا ألاء تحرز الهدف الثاني يا رفعت يرجع لكفر الشيخ خمسة وعشرين نقطة معلومات عملة والسؤال هو في أي مدينة ولد الرحالة والمؤرخ ابن بطوطة ولد في تنجا تنجا الهدف الثاني يرجع لك يا رفعت تنجا الإجابة الصحيحة هو الهدف الثاني ثلاثة هداف مقابل هدفين يا ألاء يا ألاء يا ألاء تقول يا رفعت يا ألاء هرناك يا رفعت الإجابة كانت عندك بس ألاء كانت أسرع منك في خطف البازر ثلاثة هداف مقابل هدفين يا ألاء تتعادل يا رفع يا فاطمة ترجع بخمسة وعشرين نقطة إن شاء الله هنشوف قدرات زينية والسؤال هو حل المسألة الآتية تسعين على ستة زائد ستين على تلاتة زائد تلاتين يسوي كامل؟ ترجمة نقطة خمسة وشتتين الهدف الرابع هزاك أهلاك ترابع عليك يا فاطمة خمسة وشتتين الهدف الرابع بخمسة وشنوطة كفر الشيخ مية خمسة واربعين دوميات تمانين ماتش جميل جداً كفر الشيخ مركزين أكتر ورجعوا بذكاء في المباراة أنا توترت السنة طبعاً لما خلقت ضربات الجزاء بس كنت وثق إن فاطمة هتقدر تكمل وترجع بلخمسة وعشرين نقطة العنف الرابع ضربات الجزاء قدام جامعة زي كفر الشيخ فرق الخبرة عمل عمل رهيب بالنسبة لهم يعني دوميات أعصابهم كتار التجوز وده أثر عليك قيلة التركيزية اللي وصلتنا للسكور ده كانت هي أسرع في ضفط البازل فاستقرح ميني المباراة صعبت جداً على دومياتي بس ما انتهتش إحنا واسقين إن شاء الله إن إحنا نحقق السكور كويس والماتشة هيكون كويس جداً إحنا متوماسكين بالأمل لحد آخر اللحظة بإني توقع إنه ممكن يحصل مفجأة الموضوع عاما صعب هذا الفحظ ياما قلبت ماتشة نروح نشوف حاجة الحزة تعمل آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيكمل معنا المشوار وحيوصل لدور التمانية فقرة عجلة الحز عجلة الحز قبل ما نبتدي عجلة الحز بس عايز أحيي ضيفة كريمة عندنا نور أحنا إزاكا نور نور بعتت تقول لنا إن أنت نفسك تشاركي ببنامج العباقرة بس كان وقت التقديم خلص فاقترحت عليكي إن أنت تتكلمي محمد رفعت علشان تيجي تحضري معانا في الاستوديو إزاكا نور من ورانا في الاستوديو تمام الحمد لله نور حكينا حكايتك إيه حكايتي من أول تانية سنوي من أول موسم العباقرة مصطفى سرحان وعبد الرحمن دياء ودول ده دول أفطال بتوعنا دول أيها طبعا اتفرجت عليهم الصراحة وعجبني فكرة البرنامج وإن أنا يعني يعني أنا ممكن أكون زيهم في يوم الأيام يعني وإن أنا أسعى إن هم اللي عملوا يعني علشان يصدقوني لما كنت بقولهم إنتوا هتبقوا قضوة لناس كتير جدا أشكرك لأنك أنت قلتي نفس الكلام اللي أنا قلت لهم أول ما عملنا الموسم الأول تفضلي بعد كده اقترحت في المدرسة بتاعتي تمام؟ إن هما يقدموا البرنامج العباقرة فالمهم المدرسة حصل فيها مشاكل مع نتناش نقدم فروحت أنا عملتها بنفسي في المدرسة عملت فكرة العباقرة في المدرسة بين الفصول بتاعتنا وكده فمن الحمد لله عدناها بعد كده جات ثلاثة سنوية معرفتش أقدم بعد كده جات أولى كلية لقيت جامعة بتعلن اللي تقدمه يعني أنت ناوية بإذن الله السنة الجاية تبقي مع جامعة كفر الشيخ جوا العباقرة؟ أوه إن شاء الله أنا كنت مقدمة وكتبة إسمي بس أنا لما دخلت في جروب العباقرة لقيته مستوى عالي جداً فالصراحة خفت إن أنا أخش أجازي في السراحة فدي ممكن غيرها مني فانتا مش مستعدة أوه طيب شدي حيلك بقى عشان تدخلي معانا لموسيب الجديد أوه إن شاء الله أشكرك ومشرفان يا نور شكراً لكم أول سؤال لجمع الدميات أمير الأنور تفضل يا أمير وحنشوف السؤال الأول لجمع الدميات موضوع إيه؟ لفة كاملة أمير شكراً أمير تفضل رياضة تمام جمع الدميات عندكم سؤال في الرياضة بعشرين نقطة أو ثلاثين نقطة؟ ثلاثين إن شاء الله دوس على البازرة هند ثلاثين نقطة دول مهمين جداً لو الثلاثين نقطة دول طارو في رأيي المباراة حاسمت عندكم خمستاشر ثانية ما تستعجلش يا طارو رياضة والسؤال هو في أي عام شاركت الإمارات في نهايات كأس العالم لكرت القدم إيشام سنة 1990 1990 بثلاثين نقطة إجابة صحيحة لوضع شام فعلاً سنة 1990 بإيطاليا بثلاثين نقطة مهمين جداً لجمع الدميات مية وعشرة مية خمسة واربعين دولتي السؤال الأول لجامعة كفر الشيخ علياء علياء تفضلي حنشوف علياء والسؤال الأول لكفر الشيخ موضوع إيه لفة كاملة علياء سؤال في الرياضة تمام سؤال في الرياضة لجامعة كفر الشيخ بعشرين نقطة أو بتأتيين نقطة؟ عشرين نقطة عشرين نقطة رياضة والسؤال هو كم مرة فاز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج العربي لكرت القدم حتى عام 2018؟ عشر ثواني أسماء إيجابتك؟ تلاتة تلات مرات الإجابة تلات من عندك ولا من عندك؟ محمد إفعد؟ هي جد تخمينة بصراعية مش من عندها حد خالص يعني ياه تخمينة أسماء تلات مرات إيجابة صحيحة برافة عليك يا أسماء تلات مرات سعلا هي الإجابة الصحيحة جمع الدوميات تلات مرات جمع الدوميات جمع الدوميات السؤال الثاني عبدالرحمن أبو المعاني من جمع الدوميات تتفضل عبدالرحمن هنشوف عبدالرحمن والسؤال الثاني موضوعه ايه؟ جوكر جوكر لجمع الدميات عبد الرحمن جوكر عملت لعليك اي سؤالي بموضوع ايه هيب ان شاء الله جغرافيا او جغرافيا او تاريخ جغرافيا او تاريخ تمام عندوك 15 سنة جاهزين جاهزين ان شاء الله تاريخ والسؤال هو ما هو الرئيس الامريكي الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة عام 1974 يعني بعد حرب اكتوبر على طول هشام جوكر هشام اجاب الخطأ ايه مين اللي هيجاوه في قفر الشيخ رفعت جيرالد فورد جيرالد فورد 20 نقطة اجابة صحيحة جيرالد فورد اهلاً يا رفعت اجابة صحيحة وبكده نتيجة جفر الشيخ 185 انا ممتني جداً لبابا وماما هما ساهموا في صقافتي وفي تعليمي رغم ان انا كان جالي وانا صغير الكاتركت وكنت ممكن ما باش موجود هنا او في المدارس او الكليات عموماً فدي حاجة تحسب لماما ان هي وقفت جنبي وشجعتني وسندتني وكانت عايزانة بقى حاجة والحمد لله انا قدرت ان انا اوصل لبناني مدارس فعلاً لازم نحي والدتك ايمانك قوي بربنا سبحانه وتعالى وقدرته انه يقدر يساعدك ان انت تكمل مشوارك وتخش كله الطب وتتفوق وتبقى معانا في العباقرة اهلاً بيك دي اول حاجة تاني حاجة قبل ما ندخل يا احمد الحلقة قلتلي ان في قصيدة انت كتبها لبرنامج العباقرة فقلتلك انا عايز اسمعها جوه للستوديو ايه حكاية القصيدة دي الحكاية ان انا فعلاً بحب البرنامج ده وقررت ان انا اكتب له قصيدة بحاجة انا برضو بحبها جداً في حياتي وهي الشاعر في بعض الاحاسيس ممكن لما بيتعبر عنها الكلمات بتضعف انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اوصل شعور حبي للبرنامج ده وان اقدره هو عمل ظاهرة في البلد وفي بيتنا تقريباً تحديداً كمان ان البرنامج لما بيتزاع بيبقى حاجة زي مطش برشورنا وريال مثلاً كده فانا قررت ان انا احاول اوصل احساسي ده في قصيدة اهداء للراحل طبعاً الذي بعد التواب يوسف الله يرحمه شكراً وللبرنامج واكيد لحضرتك شكراً وأرجو ان هي تحوز على عجابك تفضل يا حبي رد التحية كي تحيي جوارحنا لأجلكم خلقت أغلى التحيات يا مانح الكأس إن الناس قاطبة صلوا لروحك فاخلد شامخ الذات لقد أنرت دروباً نحن نسلكها فهل رأيت قبيلاً نور زلات وقد رحلت وجاء الشبل بعدكم يخلد الذكر يسمو بالرسالات هذا العظيم بسيط في تعامله أكرم به سنداً في كل أوقات يلتف حولك جيل كله أمل أن ينهض العلم تمويلاً وها مات يا ملهم الجيل يا ملهم الجيل يا ملهم الجيل لا تسأم طالبه فكم قضيت له بالسبق حاجاتي وكم أفت جموع الناس معرفة في كل لون ومن كل المجالات برنامج هو للطلاب قدوتهم وللمشاهد كنز فاق غاياتي أدام عزك ربي دائماً أبداً وظلت ذخراً إذا أنفقت ساعتي ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم بإذن الله هتبقى دكتور شاطر وكمان شاعر عظيم وفي يوم من الأيام هناخد أبيات الشاعر دي وحنسألها جوه بالنامج العبقرة ونقول من القائل أوعدك إن احنا هنعمل كده بإذن الله شكرك تاني ودلوقتي حانا معاد السؤال الأخير في الحلقة تفضل أحمد سمير السؤال الأخير وحنشوف موضوع إيه من الطبيب الشاعر أحمد سمير كدرات زينية كفر الشيخ آخر سؤال في الحلقة كدرات زينية جوكر ولا ما فيه جوكر فيه جوكر كفر الشيخ لو الإجابة صح هتبقوا 200 و15 هندو 15 الثانية كدرات زينية والسؤال هو حل المسألة الآتية 88 في 2 زائد 44 على 2 ناقص 2 يسوي كامل 8 سواني محمد رفعت جابتك 192 192 ب30 نقطة إجابة خطوة هند إجابتك 196 قبل ما أقولك إجابتك صح ولا غلط 196 معنا النهاردة أفضل لاعب ب70 نقطة من جامعة دوميات هشام حسن برابا شان هند 196 إجابة صحيحة 140 جامعة دوميات هارد لك نعبتي مباراة قوية جدا والنتيجة كانت قريبة لغاية آخر فكرة هارد لك جامعة دوميات وألفة وبروك لجامعة كفر الشيخ وبكده يبقى إجمال النقطة اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 325 نقطة وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 1.625.000 جنيه ويبقى مجموعة مبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 16.825.000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية أردت جامعة دوميات وألفة وبروك لجامعة كفر الشيخ اتأهلتوا الدور التمانية وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة أنا كنت محزوزة بالرغم المنافسة الصعبة لكن كنت محزوزة أن أنا بلعب بلعب في فريق قوي أنه لو كسبنا فده شيء رائع جدا لو خسرنا فده شيء رائع الحمد لله لتاني ماتش بنحال المكسب واثقين في نفسنا وجاهزين جدا جدا لدور التمانية وبإذن الله هدفنا الكاس السنية أنا بسوطة جدا بالمشاركة مع التيم كل واحد فعلا عملي اللي عليه هنحاول إن شاء الله أن الماتش الجاي يكون الزكور أهلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر